انا من الاشخاص الذين لا يغيب عن ناظري وجه شارون البائس والمكتئب وهو يقف على حطام مقر الحاكم العسكري الاسرائيلي في مدينة سور الحادي عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين تاريخ حفر عميقا في الذاكرة الاسرائيلية السابعة صباحا الفتى الجنوبي احمد قصير يفتتح عهد الاستشهاديين ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان باقتحام مقر الحاكم العسكري الاسرائيلي في سور بسيارة مفخخة والحصيلة التي اعترفت بها اسرائيل ستة وسبعون قتيلا من الجيش الاسرائيلي والشباك وانهيار المقر بطوابقه السبعة بالكامل كأنه برج من ورق كنت ارى امامي مقر الحاكم في لحظة واحدة كنت اراه سليما وبعد لحظة رأيته يتهدم ببساطة لعنة سور الكارثة الاكبر في تاريخ اسرائيل بهذا تصف وسائل اعلام اسرائيلية العملية توصيف يتطابق والصورة التي رسمها رئيس هيئة الاركان العامة انذاك رفايل ايتان بقوله نحن مصدومون ومذهولون اننا نقف امام كارثة ثلاثة وثلاثون عاما مرت على اليوم الرهيب يقول من بقي حيا ويتذكر عندما فتحت عيني كان كما لو انه صمت القبور وكان فمي مليئا بالرمل وبالغبار حاولت ان اسمع صوتي ولم انشح وعندما رفعت عينيها رأيتهم معلقين على خط التوتر العالي كما لو انهم على حبل غسيل جثث محروقة مثل الفحم ثلاثة وثلاثون عاما لم تكن كفيلة بمحو ما خبره ما زالوا يتذكرون صراخ الجنود ما زالوا يتنشقون رائحة الغبار وما زالوا لا ينامون الليل طرت في الجو وللحظة اعتقدت ان هناك وهما ما ماذا يمكن ان يحصل لكن بعد ثوان وقعت وسقطت علي كل الاشياء الخشب الجدران والسقف وكنت عالقا في الداخل في الظلام وكان هناك اختناق ومن الصعب التنفس بدأت اسمع صراخات كل الجنود من حولي الذين يصلحون انقذونا انقذونا غداة العملية اعلن في اسرائيل يوم حداد قومي نكست الاعلام وخصصت حصص في المدارس عن الموضوع امر قل ما تشهده اسرائيل على نطاق واسع واندل على شيء فانه يدل بحسب محللين على افتتاح عهد جديد لم تشهد له اسرائيل مثيلا انه عهد الاستشهاديين اشتركوا في القناة